السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إلى فيديو جديد من فيديوهات قناة السيد عمر رجعناكم مرة ثانية في لعبة وورباث لعبة وورباث إحدى الألعاب الاستراتيجية الجديدية فيها الكثير من الميزات من بناء المدن وإنشاء التحالفات والهجوم على الأعداء وهذا الفيديو صراحة من بناء على طلب الأخ أحمد غيمينغ يعني رح نحاول نتكلم عن التحالفات وعن أنواع الدبابات إذا ظلمنا وقت طيب بالنسبة للتحالفات التحالفات مثل ما بيقولون الموقع تبع اللعبة هي مجموعة تتكون من لاعبين يتشارقون هدف مشترك ويسعون إذا تقدم معا يساعد كل عضو في التحالف على إحراس تقدم وفي المقابل يتم مساعدته أثناء تقدمه في اللعبة كلما كان التحالف أقوى سيتم منح مكافآت أفضل لأعضائه يعني القصد أنه مش أنت بس رح تهتمد على أعضاء التحالف هم كما رح يهتمدوا عليك يعني أنت دائما بدك تحاول تساعدهم يعني مثل ما أنتوا شايفين هنا إذا رحت على التحالفات بالعادة بيقول لك أنه مساعدة للأعضاء بس أنا حاليا ما فيش عندي أعضاء حتى أساعدهم لأني يعني العضو الوحيد بالتحالف طيب بيقول لك تحسب قوة التحالف من خلال المجموعة التراكمة لقوة لاعبية يبدأ كل تحالف بإجمالي خمسين عضوا لكن هذا العدد يزداد وفقا لإقليمه وتقدمه في أبحاث التحالف يعني إذا بدك تزيد عدد العضاء فوق الخمسين لازم تسوي عدة أبحاث طبعا هذه الأبحاث كمان بترتب عليها أنت شو بدك تجيب بعض المواد الخام يعني النفط والمصاري وما إلى ذلك يعني رح يصيروا يطلبوا معارض أكثر حتى يزداد عدد التحالفات طبعا رح يأخذ وقت أكثر طيب يعني هذا الكلام أنه كل ما زاد عدد أعضاء التحالف كل ما زادت قوتو بس طبعا رح تتفاوت بالنسبة يعني ممكن يكون لاعب مستوى 30 موجود في التحالف 1 ويكون 10 أعضاء في تحالف ثاني جديد مستوى كل واحد منهم اثنين فأكيد التحالف اللي فيه والعضو بالمستوى 30 رح يكون أقوى من التحالف الثاني ومشاني إذا بدك تبحث عن تحالف معين لازم تحاول تلاقي يكون عدد أعضاءه كثير بس بنفس الوقت لازم يكون مستوياتهم عالية مثل ما أنتوا شايفين هنا أنا مستوى التحالف تبعي ومستوى 1 يعني أنا مستوى حاليا ضعيف جدا طبعا حاليا إذا حدا هجم علي لا حدا راح يحميني ولا حدا يسوي لي إشي يعني بجوز إذا حدا هجم علي يقضوا على المدينة تبعي مشاني إيش لا تهجموا على المدينة تبعي يا جماعة وإذا بدك تروح لعن تحالف معين تدور علي يعني بدك تفوت لهون لعندي الإدارة بعدين شو تعطي تحالفات أخرى بعدين تلاقي هون أسماء التحالفات يعني فيك إما تحط اسم تحالف إذا كنت بتعرف اسم تحالف معين في واحد من الشباب بحط اسم التحالف تبعه بحط لك الصور توسع وشي اسمه وبتشوف أنت هون التحالفات طبعا أنت شايف هون التحالفات مثلا حطي لك عدل العضاء مثلا 44 من 59 يعني هذا التحالف شوي قوي طبعا لغته عربية فالأغلب أنه يكونوا عربي يعني مش معقول يكونوا أجانب قاعد يمكتوب باللغة العربية فهذا التحالفات هم من بعض التحالفات العربية بس شو مسكنتو انه 44 من 59 بس شو بعده المستوى الأول فأنت هبدأ قدرة تنزل حتى تلاقي انه التحالف يكون أقوى شوي هذا مثلا 47 من 67 فالمفروض يكون أقوى من التحالف اللي قبليه التحالف اللي بعديه مثلا مستوى 51 من 54 بس بعده المستوى الأول لحد الآن يعني صراحة أنا ما يش شايف ولا تحالف أكثر من المستوى الأول بس كأنه يمكن عشان أنه أنا مستوى باللعبة مش قوي كثير مطلعين المستوى الأول بجوز يعني كان مستوى قوي يمكن تلاقي مستوى أكثر من هيش طبعا هذا التحالف أنا عملته جديد مشان أورجيكم مشلون نعمل تحالفه حتى أنظم إلي تحالف ثاني صراحة أنا سعى لازم أغادر التحالف أو أحذفه طيب خيرا نطلع على بعض المعلومات عن التحالف الموجودة كمان بالصفحة الخاصة باللعبة والله في مكافأة التحالف بالإضافة إلى القدرة على الاعتماد على الشوكاء الذين يمكنهم حمايتك من الهاجمات على قاعدتك عندما تكون غير متصب الإنترنت فإن مزايا التحالف متعددة وتؤثر على لعبتك على جميع المستويات يعني أنه في بعض الأحيان ولاد حلال بيشتغلوا فيك وما بتركوك بحالك وبجمع على مدينتك أنت بجوز تكون نايم أو عم توكل ومش فاضي لللعبة أساسا فأولا أعضاء التحالف مهمتهم أنهم يحموك بس تكون أنت غير متصب الإنترنت بس طبعا أنت بنفس الوقت لازم تسوي نفس الحركة يعني إذا حدا من الأعداء هجم على على أعضاء التحالف اللي عندك لازم تساعدهم وتحميهم بشان هما يردو ذلك يا بالمستقبل طيب ذاي نقطة النقطة الثانية بيقول لك هدايا التحالف عندما يشتري أحد أعضاء التحالف حزمة هدايا أو إذا دمر مخبأ رافن طبعا إذا بدك تشتري حزمة هدايا رازم تشتري بمصار يعني قزوتهم مش شراء عادي أو إذا دمر مخبأ رافن يمكن لهذا العقوب فتح أو المطالبة بالمكافأة والتي بدورها تكافئ جميع أعضاء التحالف كما يتبقى التحالف تبرعات الهدايا يعني كل ما زمان لك هجموا على مخابر رافن بشكل أكثر كل ما كبرت الهدايا اللي راح تحصلها طبعا إذا في حواليكم حدا زنجيل يعني قعد يشتري بعض الشغلات الموجودة باللعبة راح تحصل كمان على مكافأة طيب نقطة تارية مستوى الغنائم مستوى الغنائم عندما تصل مساهمات الهدية إلى الحد الأقصى يمكن لعضاء التحالف فتح الغنائم للحصول على مكافأة بناء على مستوى الغنائم كل ما ارتفع مستوى الغنائم في التحالف كل ما زادت درجات المكافأة طبعا إنت من يم تحصل الغنائم إما بالهجوم على مخابر رافن طبعا إذا بدي هجم على مخابر رافن بس بدك تضغر الخريطة مثلا ودور على مخابر رافن هنا مخابر رافن مكون هاي شكلها يعني المفروض إنه هاي مخبأ رافن هذا هذا قبو رافن من المستوى واحد طبعا القبو يوم تهجم عليه يكون أصعب يعني إذا بتهجم على ناس عاديين أو على رافن يوم تكون قوته موجودة يعني إذا عملت بحثة السعة مثلا بدي هجم على رافن هون وحطيت عليه سار على رافن حطيت بحثة طبعا على مستوى خمسة وعشرين بس حطيت مثلا على مستوى آآ أفون مستوى قديش؟ تسعطاش إذا حطيت بحث مثلا ودي هجم عليه بوهجم عليه بقدر اقتله يعني ما فيش مشكلة بس آآ مخابر رافن المخابر بكون صعوبتها أكثر بكثير من آآ المكانات العادية طيب أسا خلين ما بالتحالف ما بنداش نهجم عليه هون طيب حاشينا عن مستوى الغنام النقطة التالية بقولك جمع الموارد عند البحث عن شاحنات التجميع وارسالها المناجم الموجودة في منطقة تحالفك سيتم تقليل وقت التجميع بمقدار 25% يعني على سبيل المثال اذا بتحتاج اربع ساعات حتى تتعبى الشاحنة في المناطق البعيدة عنك راح تحتاج بمنطقة التحالف تبعك الى ثلاث ساعات يعني راح ينخفض بمقداره ربع طيب النقطة التالية يمكن لبعض الاليانس ريسيرش او يعني بحوث التحالف ان تقلل من وقت التجميع خاص بك اذا تم الغاقف لها في شجرة تقنيات اليانس ديفولومنت طبعا هاليا حاليا ما فيش عندي تطور بالتحالف لانو مثل ما قلت لكم اني عقول وحيد حاليا بالتحالف يعني اذا روحت عالبحث حاليا ما فيش عندي اي بحث من البحوث منجزة لحد الان حاطيني مسامة اليوم صفر التحديث في ثمان ساعات طيب هاي الجيش كمان كله اياته شايفين كلات اصفار لحد الان ما يش بسوي ولا بحث المشكلة حاليا اذا سويت بحوث واطلعت من التحالف رح يروح للبحوث للظور على الفاظ يعني طيب طيب مكافأة البحث طبعا يعني اذا عملت بحوث ثوان حاليا بقول لكم انه راح اعطوك مكافأات بس يعني لصراحة المكافأات ما بشوفها تتوافق يعني مع المتطلبات اللي بطلبوها يعني اذا بالمثال يجيس اصوي هنا اا شو اسمه يجيس تسوي هاظ البحث مثلا دي اعطي مساهمة اا يعني القصد اني راح استهلك موارد كثيرة بالمقابلة ما اعطونيش يعني اا مكافأات تتناسب مع هاي الموارد اللي قاعد باستخدمها طيب هون بقول لك ستمنحك الشجرة الاولى المتعلقة بالتنمية وين التنمية اا هاي التطوير يعني قصده ممكن التنمية مكافأات على المجموعات او الانتاج او البحث او التوظيف ستساعدك الشجرة الثانية في تطوير التحالف من خلال السماح له بزيادة عدد عضائه يعني التحالفات تون اذا روحت تون اذا عملت هاي البحوث راح يسمحوا لك بزيادة هذا الاعضاء او مناطقه او حدود التخزين في اوقات البناء وستعمل شجرة التكنولوجيا النهائية او الجيش هوني ممكن طيب اا التكنولوجيا النهائية على تعزيز القوات العسكرية لعضاء التحالف من خلال منح مكافأات قتالية معينة للوحدات المختلفة طبعا حاليا عندي بعض البحوث مش مفعلة لانه التحالف معمول جديد والشغلة الوحيدة بستفيد منها يوم تعمل التحالف انك بتكون لقائد بس اذا ما احد انضم له تحالفه كذا وهجموا عليه كرافن وجمحته او غيره بكسروا بكسروا راسك تكسير طيب في شغلة كمان آآ ثانية في متجر التحالف هون بقول لك في متجر للتحالف بس خلنا اروح ادور عليه هاي لعضاء هاي لادارة ما فيش طيب هون لازم البحث او هاو متجر التحالف هون قدام من شايفه طيب بس بقولوا باللعبة يعني تلقى متجر التحالف اصلاحا شاملا في وورباث واحد فاصلا صفر ثمانية ما اضع صراحة ان شو رقم الاصدار تبع اللعبة عندي حاليا بس بقولوا انه حاليا بيصلحوها طيب لم يعود بإمكان قادة التحالف شراء العناصر لتخزين مخزن التحالف الآن تمتلك جميع المتاجر نفس المخزون ولكن الوصول الى هذا المخزون يعتمد على الابحاث التي حققها التحالف يوجد حاليا اربع طبقات من المخزون يمكن الوصول اليها من المتجر طيب عملات المساهمة او نقاط التحالف هي العملة المستخدمة في هذا المتجر ويمكن الحصول عليها من خلال تعزيز البحث للبحث المحدد حاليا لتحالف الفرد يمكن ايضا ضرب نقاط التحالف بشكل عشوائي من ضرب اثنين الى ضرب عشرة للحصول على نقاط اضافية. يعني صراحة ان انا شايف حاليا اذا بدي اشتري هون يعني فيني اشتري ممكن. اه عملات المساهمة حادية معي الفين وتمانمية ستا وتسعين. يعني فيني اشتري اندفاع او تسريع لمدة ثمان ساعات او التقاط موارد مميزة بثمانين. هاي التقاط موارد مميزة رخيصة باشتريها. بس شايفين يعني بضروب لها بخمسة او خمسة تلاتين. يعني في عندك خيار انك تشتري خمسة او خمسة طيب هيش بكف اشتريت كثير صراحة ما بديش اشتري كثير من هيش. طيب شو بقول لك المستوى واحد هو المخزون الاساسي الذي يمكن الوصول اليه في البداية. يتضمن نقاط في اي بي لفي اي بي رانك. وكوبونات يونيفيرسال. واندفاع وحزب موارد. يتطلب المستوى اثنين بحث المستلزمات. اه انا حاليا حاليا بالمستوى الواحد. المستوى الاول عفون. يعني حتى اوصل المستوى الثاني. اين المستوى الثاني? اه. صراحة مش عارف ان اه لنشوف المستوى الثاني. طيب القصد. انه حتى توصل المستوى الثاني. بحث المستزمات للوصول الى التماثيل الاضافية والمستزمات والمطبوعات الزرقاء والغاء تامينها. يتطلب المستوى الثلاث اه ثالث اه عفون يتطلب المستوى ثلاث بحث ارموري للوصول وفتح العديد من مربعات الطباع الزرقاء وتذاكر المدينة. يتطلب المستوى اربع بحث الثورة الصناعية للوصول وفتح مزيد من صلاديق الطباع الزرقاء ومكونات الصياغة الاضافية. طيب مكافأة الاحداث. طبعا هناك يعني تسوو او احداث كل فترة. يقول لك ان انضم الى هذا الحدث مشان تحصلها لبعض المكافأات. يقول لك هناك العديد من الاحداث في اللعبة يمكن اكمال بعضها في التحالف. بس طبعا يعني احيانا بشترتوا بعض الشروط. يعني يقول لك انه حتى تنضم الى هذا الحدث. لازم تكون اما المستوى معين او يكون عندك نقاط كذا وكذا. طيب دردش التحالف اي اذا بتحب تحتي مع احدا يعني. والتي ممكن لعضاء التحالف الدردشة مع بعضهم البعض من خلال او محادثة التحالف. دردش التحالف خاصة تماما. وتسمح بتنسيق الهجمات والاحداث وما الى ذلك التي يصعب تحقيقها بخلاف ذلك. يعني القصد انه هي عبارة عن مساعدة مشان اذا بدك تهجم على ناس ثانيين انت واصدقائك تعملوا مؤامرة على بعض الناس الموجودين في اللعبة. طيب تقدم التحالف. هناك العديد من الطرق للمشاركة في التحالف. وبعضها مهم لتطويره. منها مثلا التبرعات البحثية. في قائمة التحالفات. اوان يعني في قائمة التحالفات حاليا. قائمة التحالفات. يمتلك كل عضو عشرين نقطة مساهمة. ها مثل ما كنت عسوي يعني. اه لوازم هاي البحث. يعني اتبرعت شوي قبل شوي. يعني اه حاليا في معي ستاعش من عشرين. وقراك يمتلك كل عضو عشرين نقطة مساهمة في تطوير التحالف بحثي. يتم تجديد نقاط المساهمة بمعدل نقطة مساهمة واحدة كل ثلاثين دقيقة. اه سيشير رمز بابهام الى البحث الذي يرغب الامر في تطويره في اسرع وقت ممكن. لاحظ ان هذا الاجراء سيسمح لك ايضا بربح احتمادات كوماندر التي ينكون استبداله في مجرى الانس لمدادات. طيب هاي بعض المعلومات يعني صراحة يعني اسكنها ملوات يعني جامدة. ما باستفيش من هالواحد. بس القصد ان فيك تتبرع اه عشرين نقطة للبحث. هاته تخرج لص هذا البحث. طيب الاسئلة على القاليم. خلال مرحلة التوسيع سيقوم تحالفك بمناء الابراج او قيادة مركزية. يعني انت قاعد بتوسع هجومك. يعني بلزمك ابراج وبلزمك قيادة مركزية على الخريطة لتوسيع اراضي. مشان تعمل مراقبة للاراضي اللي قاعد بتحروسها او قاعد بتحتلها. يمكن بدأ هذه الاسرة من قبل قائد التحالف او ضباط الرتبة اربعة. اثناء الاستيلاء ستومض هذه المنطقة على الخريطة. يعني يوم يهجب واحد عليك او انت تهجب على واحد بصير الخريطة شو? بصير الخريطة تظل بتطفي باللون الاحمر. وسيتم تحديد الحد الزمني لهذا الالتقاط من خلال عدد ومستوى عضاء التحالف الذين سيثبتون قاعدتهم في هذه المنطقة. كلما زاد عدد العضاء زادت سرعة الالتقاط. يعني التحالف اللي فيه 50 عضو مثلا بخلصه هجوم اسرع من التحالف اللي فيه 30. طيب يتيح لك وضع قاعدتك في منطقة اه في منطقة اثناء الاستيلاء ايضا كسب ارصدات القائد التي يمكنك استبدالها في الانس ستور للحصول على المدادة. يعني القصد انك اذا هجمت على احده راح تحصر على ارصدت القائد اللي هجمت عليه كمان. عشان هيك الناس بزو هجموا على بعض يعني عشان يحصل على شو ارصدت القائد. طيب يتكون التحالف من زميع له جميع الحقوق. للقائد وحده الحق في ترقية الاعضاء الى رتب الضابط رتبة اربعة او ار فور. قادر على المساعدة في الحفاظ على تحالفهم على قيد الحياة. يتم ترتيب اعضاء التحالف الاخرين من رتبة واحد الى المرتبة ثلاث وفقا للترقيات. التخفيضات التي قام بها القائد وضباطه. طيب ملاحظات. ضباط التحالف وزعيم التحالف قادرين على رؤية الوقت المنقضي منذ اخر اتصال. وهذا هو احد المعايير الاولى عندما يتعلق الامر بافساح المجال الوافدين الجدد في التحالف. فقط رئيس التحالف والضباط قادرون على بناء الابراج ومراكز القيادة. يعني انا حاليا كرئيس للتحالف تبعي فيني ابني ابراج ومراكز قيادة. بس شوء المشكلة? المشكلة مثل ما قلت لكم واني حاليا العضو الوحيد في التحالف. مظمتوا طيب هذا كان فيديو اليوم صراحة ان طولت شوي. يعني كنت ناوي احجان الدبابات بناء على طلب الاخ احمد غيمينج. بس المشكلة انه انه طالب فيديو كثير وحاجات كثير. راح اوقف هون ومنرجع ان شاء الله من نعمل فيديو ثاني عن الدبابات. اذا اعجبكم الفيديو لا تنسوي اعجاب والاشتراك في القناة. شكرا. متابات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.